استعرض وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش استعرض مع سفير بوركينا فاسو منسا أونتانا مستقدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتقدم بجاش بتهنئة الحكومة اليمنية لحكومة بوركينا فاسو وذلك لنيلها عضوية مجلس حقوق الإنسان للدورة الحالية مؤكدا أن اليمن على ثقة أن عضوية بوركينا فاسو في المجلس ستمثل مكسبا للدول العربية والأفريقية التي تشهد ظروفا وتحديات متشابهة في سعيها لحماية حقوق الإنسان وأوضح بجاش أنه بسبب الحرب التي شنتها ميليشيا الحفظ الانقلابية المدعومة من إيران وانقلابها على مخرجات الحوار الوطني واستيلائها على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وتوجيهها ضد أبناء الشعب اليمني وهو ما حتم على الحكومة انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية العمل على إنهاء هذا الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها واعتبر أن إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يشمى بفريق الخبراء رغم عدم حياديته ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسييس ملف حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول مؤكدا أن موقف الحكومة اليمنية لم يتغير تجاه التمديد لولاية الفريق الذي ابتعد كل البعض عن النزاهة والحيادية وتجاوز حتى الولاية الممنوحة له